موسيقى أجمل تحييب وجهة لكل مستمعين اللي عم يتابعونا ونحن معكم مباشرة على هواء إذاعة الشرق الشرق اسمعونا بالشرق الأوسط بأستراليا على هواء إذاعة الشرق في بيروت وطبعا عبر هواء إذاعة الشرق الأوسط في ميلبورن أستراليا موسيقى هادي جبالي بحييكن من وراء المايكروفون وليد عيتاني على الإخراج الإذاعي موسيقى لقنا مثل العادي بستمر من هلأ وحتى ما يقرب الساعة 12 موسيقى لقائنا اليوم رح نحكي فيه عن موضوع جدا مهم العنوان هو نموذج جامعة الدول العربي أو مشروع نموذج جامعة الدول العربي واللي طبعا تقوم به الجامعة اللبنانية الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وهذا المشروع يتضمن كثير من التفاصيل حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع بسرني أصديف معي بالاستوديو ممثل جامعة اللبنانية الأمريكية نموذج جامعة الدول العربية سيد فداء الفقيه مدير العلاقات العامة لنموذج جامعة الدول العربية في الجامعة اللبنانية الأمريكية فداء أهلا وسهلا فيك بحييك أستاذ هادي وبحيي المستمعي الكرام يعني موضوع جدا أنا لفتني حقيقة وكنا هاكي عم ندردش أنه وياك تحت الهوى حقيقة هذا الموضوع مهم جدا لأنه أول شيء يتعلق بموضوع الشباب وكم نحن في لبنان بحاجة لتنمية قدرات الشباب خلينا بداية نحكي تنعرف المستمعين أكثر عن هذا المشروع أكيد أين تبلش وشو الفكرة من ورا صحيح نموذج جامعة الدول العربية هو محاكات للدول العربية بالأليو بالجامعة البنية الأمريكية الشيء اللي بيصير أنه طلاب عنا من تقريبا 80 مدرسة 800 طالب هادي الـ 800 طالب بيقربوا بشكل تفاعل القضايا الأساسية اللي هلأ عم تصير بالعالم العربي يعني منها قضايا سياسية اقتصادية اجتماعية تربوية وبيئية هادي القضايا بالعادة تطرح على طاولة جامعة الدول العربية بيتم محاكاتها بيحضروا الطلاب بصفتهم الافتراضية كمندوبين للدول العربية أكيد من دون هاي استثناء أو على مستوى المندوبين دايمين أو على مستوى وزراء الاختصاص بالقضايا المطروحة بحالات الانعكاد الأساسية والعادية والاستثنائية لحتى يحاكوا بشكل تفاعل هادي القضايا بالعادة عم تصير بشكل أوضح خليني أنا أشرحها أنه اليوم أنتو بتختاروا مجموع يعني موضوع معين صحيح قبل قلتلي أنتو اخترتوا موضوع الأمم المتحدة بفترة سابقة لأ نحن عنا بمشروعين بالأليون عنا نموذج جامعة الدول العربية اللي هلأ نحن عم نحكي عنه وعنا نموذج الأمم المتحدة نموذج الأمم المتحدة هو نموذج هادي تسع سنة بالطبق الأليون مشروع تسع سنة بالطبق الأليون بلشه عام 2005 نموذج جامعة الدول العربية هاي ثالث سنة هو حديث العهد عم نطبق نحن بالجامعة ولكن الهدف واحد الهدف واحد هنيك نحن عم نحكي قضايا بتتعلق بالأمم المتحدة يعني مية وثلاثة 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 دولة هون نحن عم نحكي عن قضايا بتتعلق بـ 22 دولة عربية يعني اللي بدي أقوله وإنه نحن يم ناخد نموذج الأمم المتحدة يم ناخد نموذج الجامعة الدول العربية بهذا المشروع اللي عم نحكي عنه اليوم أنتو أخدتوا نموذج الجامعة العربية كيف تعمل هذه الجامعة شو القضايا اللي بتتبعها صحيح أكبر عدد مدارسي أوكي لتقولولون كيف هذه الجامعة العربية وكم هن بحاجة هن بحاجة هؤلاء الشباب لا يعرفوا أكثر ويعاشوا وقائع ما يحصل في الجامعة العربية تقولولون أنه هذا اللي بيصير بالجامعة العربية هذه هي القضايا اللي بتم معالجتها تفضلوا نحن مستعدين أدام لكم هذا التدريب المطلوب حتى أنتم تمارسوا هذا العمل بشكل أو بآخر بطريقة افتراضية خلينا نقول صحيح واضحة الفكرة صحيح يعني أنا بسطت الموضوع لحتى اللي عم يسمعونا يقرفوا تماماً عشوها منك مية والمية شو اللي بيصير يعني خليني وقف إذا بدك عن الأهداف يعني إذا بدك تقرأ ما بتخلص يعني أنه بتقولوا أهداف البرنامج كتير ما هاقول يعني آآ بعضها مهارات حل النزاعات بالحوار والتفاوض بناء وإدارة الملفات بفعالية مع حسن إدارة للوقت القدرة على مقارنة الحجة بالحجة مهم جداً زرع فكرة تعايش السلمي والتعاون صحيح الأهداف اكتار يعني اكتار ما هنقدر نذكرهم كلهم أهمهم تعزيز روح المواطنية عند الشباب أوكي تعليم الشباب كيفية تحل النزاعات بطريقة سلمية كيفية التفاوض إذا بدك نوسع قدرات الشباب نوسعهم أفاقهم التفكيرية على القليلة يصيروا عندهم تقبل لرأي الآخر يصيروا جاهزين بحالة وقت يتحاوروا مع الآخر لأن نحن عنا مثلاً وقت ينوصع المؤتمر وقت ينعمل محاكاة للدول بيكون عم الشباب عم بيدورهم هن عم بيجربوا يحلوا مشكل معين يعني نقول بالمجلس اللي عم بينترح قضية اقتصادية واجتماعية بيكون عم تنترح الفكرة على صعيد مشكل وبين الدول هن الممثلين للدول المفروض واللي هن الطلاب هون صحيح عم نحكي عن طلاب مدارس حديداً عم نحكي عن طلاب مرحلة سنوية أوكي يعني جبنا نموذج جامعة العربية حتى نابل الأيو وجبنا هيدول الطلاب قلنا لن أنتو اليوم الجامعة العربية صحيح اتفضلوا حندربكن وإنتو بدكن بلشوا تمارسوا يعني صلاحياتكن بهذا النموذج وتقدمونا الحلول في بعض المشاكل بما أنه حضرتك أستاذ هذه تفضلت وقلت تندربكن بحب واضح للمستمعين أنه هي خمس جلسات تدريبية يعني المشروع كله سوا هو خمس جلسات تدريبية بيخضع لطلاب بفترة بتنتد بين أزار وأيار لحتى يوصلوا بالأخير على مؤتمر نهائي هلأ كثير أشخاص معقول يسألوا من المستمعين أنه الجلسات التدريبية هي شو تتضمن شو فالجلسات التدريبية هي تتضمن مهارات مفروض كل طالب يكون بيعرفها يعني عم نحكي مثل مثلا نبذة أول شي لأن نتوقع أن احنا طلاب ما يكونوا عندهم معلومات كافية عن جامعة الدول العربية صحيح فعم نحكي أنه أول شي الشي اللي بيخضعون للطلاب هي نبذة عن جامعة الدول العربية كيف شو الأقسام فيها كيف بيتم إدارة الاجتماعات بس بتصور هوني معلش لو قطعتك أنه المفروض مسؤولية المدارس يبعثوا طلاباً على هذا المشروع مفروض هني يشتغلوا على الموضوع ويعطوهم كل هذه المعلومات صحيح بس نحنا كمان نتوقع أنه معقول بعض المدارس ما تكون عندها الإمكانية أنه الدريب تلميزة على هول الخبريات أو حتى المدارس يكون عندها لبعض الخبريات فنحنا منخبر هول طلاب نعطيهن نبذة عن جامعة الدول العربية كيف يتم إدارة الاجتماعات كيف يتم حل القضايا التصويت كل هول الخبريات منعطيهن نبذة عن فن الخطابة كيف يدروا يحكوه كيف يتصرفه البادي لانجوز لغة الجسد منعطيهن كمان بالجلسة التدريبية التانية نبذة عن القواعد الإجرائية وكواعد مناقشة بقلب جامعة الدول العربية يعني مثلاً الاجتماعات مش من مكان فيه قوم يحكيه فيه طريقة معينة لحتى ينرفع كل هول الخبريات يعني بالنظام الداخلي صحيح فيه نظام داخلي فيه مجموعة بنود مجموعة قوانين بتحدد أداء كل سفير أو كل موصل لدولة بقلب الاجتماع كيف مافرود يكون هذا بالشكل العام يعني صحيح حتى بالنظام الداخلي وبالشكل العام صحيح كيف يمكن أن يتصرف أي شخص في جامعة الدول العربية صحيح بعدين بجلسات تدريبية مندربهم على كيفية المفاوضة كيفية حل النزاعات اللي هي شيء كتير مهم يعني معقول كتير من شباب أستاذنا بعدين ما يكفوا بالمجال السياسي يعني دراستهم الجامعية ما تكون political science أو international affairs بس هؤذي السكلز بيساعدوهم بحياتهم اليومية يعني بيساعدوهم يمكن بالصف عندهم يعني كيف يحلوا النزاع يمكن مع أستاذهم أو مع زميلهم أو بمرحلة لحقة معقول بجمعية معقولين تسبولها أو بشغلهم أكيد معقول بشغلهم طبعا يعني هذه المهارات بيقدروا يستفيدوا مننا طوال حياتهم يعني شيء طبيعي شيء طبيعي بنفس الوقت نحن بطريقة مش مباشرة منكون عم نعزز روح المواطنية عند هؤالشباب منعزز انتماءهم للعالم العربي يعني نحن نعرف هلأ أداء العالم العربي فيه أزمات دعم يعني من أزمات دعم يعني من يمكن شرخ عمودة بين بعض الدول فنحن بمجرد ما عم نحكي عم نعمل محاكات لجميع الدول عم نعرف الشباب على الكولتشر طبع باقي الدول ثقافات ثقافات باقي الدول بالزبط فهيك عم يكون فيه انفتاح مثلا من الطلاب اللبناني عم بيعرفوا بالزبط القضايا ما نقول الاقتصادية عم تصير بالسعودية بمصر القضايا بيئير عم تعاني مننا تونس انا سأرجع على تفاصيل يعني أيام التدريب ولكن بدي أسأل اليوم هل الطلاب اللي بيشاركوا بيكونوا مع بعضهم بالجلسات كلها يعني ولا بيكون مقصمين نعم يعني مجموعين مع بعضهم عطول يعني عم نحكي عن 800 طالب صحيح 800 طالب يعني حلقات التدريب أو صح ساعات التدريب واللي مثل ما قالتلي انت كل مرة بتكون حوالي 4 ساعات مزبوط بيكونوا مع بعضهم كلهم نحنا عندنا أول شي بصلا واضح كمان للمستمعين أنه الحلقات التدريبية الجلسات التدريبية ما بتصير بس بالحرم الجامعي ببيروت نحنا عم نحكي أنه بس نقول أربع جلسات تدريبية في أربع جلسات تدريبية بجبال بأليو جبال أوكي في أربع جلسات ببيروت أكيد معنا محلي صوية 800 طالب بنفس الوقت و بنفس الوقت 800 طالب هي كتير حتى من ناحية الانضباط فنحنا منقصهمهم على صفوف الجامعة يعني منحكي كل صف يكون عم بيستوعب شي 25-30 شخص يعني كأنا عم نحكي صف مدرسة عادة كعدد و من هناك بيكون في كل صف اللي هو مدرب هو عم تنعطى المواد المنعطية كل مرة من خلال المدرب بهيدا الصف مين هنه اللي مدربين؟ المدربين هنه طلاب جامعة من الأليو تم اختيارهم أكيد تحت إشراف وحدة التواصل خارجي والالتزان المدني بالجامعة شو المهارات اللي عندهم تحتها يقدروا يكونوا مدربين؟ تم اختيارهم بعيني فائقة المهارات اللي عندهم إياها هنه أكيد بيكونوا قادة بالمجتمع بيتمطعوا بمهارات مثل مثلا فن الإصغاء وقت وقت حدد لي وقت نول قادة بالمجتمع ما يعني هذا؟ قادة بالمجتمع هنه بيكونوا بالأليو مثلا بنظموا لنقول اللقاءات ثقافية معينة بيكونوا بالأليو ناشطين بكذا نادة بيكونوا بوحدة الالتزام الخارجي والتواصل خارجي الالتزام مدني هنه مشاركين مسلا قبل بنموزج أولو التحدي أو بحيالة بتنزيم مسلا وقت نشارك الجامعة بيروت ماراثن شاركين بتنزيم أو بأعداد نشاطات كبيرة ناشطين صحيح الناشطين في العمل المدني يعني خلينا نقول مية بالمية والعمل داخل الجامعة صحيح هنه بيكونوا هلأ هدول المدربين هنه حاليا طلاب في الأليو أكيد هلأ مش بس ندربين طلاب نحن عنا السكرتاريا طبعا الجامعة الدول العربية هنه مية وثلاثر شخص أوكي ستين من هودي المية وثلاثر هنه مدربين والبقين هنه كذا كذا يعني نحن بسع عنا لوجستيط البرنامج هي فريق بحد ذاته ألا في من 22 شخص في عنا فريق العلاقات العامة في عنا فريق العلاقات مع المدارس أوكي في عنا فريق المعلومات الأعلام فكل هودي السكرتاريا هي مية وثلاثر شخص بس مية وثلاثر عشر تلميذ بالأليو بنفس الوقت أوكي يعني هيدا أزبادك البرنامج يعني يدار من قبل طلاب الجامعة أكيد تحت إشراف الجامعة إدارة الجامعة وتحت إشراف الكياد الحكيمة تبع دكتور ولكن مثل ما قلتلي أنه يتم اختيار هؤلاء الطلاب بعناية أو هؤلاء المدربين بعناية لحتى يقدموا المعلومات الصحيحة أو يساعدوا هؤلاء الطلاب بيخدعوا شي لمؤابلات بعدين بيخدعوا مخيم تدريبة بعدين بالمخيم تدريبة بيتسفى منهم بعدين مؤابلات مخيم تدريبة أخير لحتى آخر شي نطلع بخلاصة 60 شخص يعني بقدم مئات لأشخاص لحتى يكونوا بالبرنامج نطلع بأفضل 60 شخص أو أفضل 113 شخص لحتى يكفوا معنا بس اللي حاسوا أنه أنه البرنامج مكثف جدا وحس أنه الوقت قد لا يكون كافي نعم نحن عم نحكي أنه كل الجلسة تدريبية الموضوع اللي بيكون عم ينترح بالجلسة له مدة أربع ساعات نحن أكيد ما رح يكون عم نفوت نغس بتفاصيلهم يعني إذا بقرأ هداف البرنامج يعني كتار صحيح يعني في عندك يمكن أكتر من 15 أو 20 هدف حاطينهم صحيح يعني وكل واحد منهم أكبر من أنه يعني بده أيام أكتر من صحيح نحن أستاذنا نكون عم نعطي نبذة أو لمحة سريعة عن موضوع معين عم نطرحه أو عن سكل نحن نحن نحب نوصل للطلاب يعني مثلا فن الخطابة فن الخطابة حضرتك بتعرف إذا ما نحن ما نعمل ورشة عمل مكثفة ما قول تاخد ثلاث أربع تيام بينحكي وتفاصيل عن فن الخطابة عن لغة الجسد نحن نعطي لمحة سريعة يعني بشي بنقدر نغطيه بأربع ساعات الأبرز نحن نكون عم ندوي ع طريق معينة نتمنى على الطلاب أنه يسلكوها لأنحن نعرف إذا الطالب هو انترسد بهيدا الموضوع اللي عم نطرحه هو بيعمل البحث الخاص فيه رح يوصل يعمل ريسيرج خاص فيه يعرف أكتر عن هيدا الموضوع فنحن عم ندوي ع الطريق آملين أنه الطلاب يسلكوها بيوم الأيام فإذا نحن عم ناخد الموضوع خطوة خطوة صار في هذه الدورات التدريبية اللي موزعة على ثمان أسابيع كل دورة أو كل جلسة هي أربع ساحات ثلاث مامية طالب رح يشاركوا معكم من المدارسة بعد شوية هنحكي كيف طريقة المشاركة أكيد بوقت التدريب بوقت التدريب هي بتكون ما بقى نحن عم ندربهم ما قلنا علاقة بموضوع الجامعة العربية اللي ستأتي في النهاية بيومين أخيرين بنهاية هذا المشروع مظبوط؟ هاي الفكرة؟ هي بمرحلة معين ألا علاقة أو برحلة لا ألا كيف يعني نحن بس كنا عم نعمل نبذة عن جامعة الدول العربية بأن هي هو مشروع نموذة جامعة الدول العربية بس نعطي نبذة عن الجامعة من الدول أعضاء يلي أوجدوا الجامعة بالخمسة العربية هذي كبداية صح كبداية بعدين بس نكون عم نحكي عن كيف الجلسات جامعة الدول العربية تدار لأن نحن بالأخير في مؤتمر رح يدار هيدا المؤتمر متل ما الجلسات بالعادة بمجلس الجامعة الدول العربية تدار فبهودي الخبارية نحن متطرك لأشياء العلاقة بجامعة الدول العربية يعني خلينا ناخد عنوان مثلا أنه فن الخطاب تنفطل أنه كيف فيك تخطب ممكن كيف فيك تخطب بمهرجان بشي منطقة بشي حي بشي مؤتمر وفيك تخطب بجامعة العربية يعني ما إلا علاقة يعني أنه يعني منظهر من الخاص إلى العام مئة بالمئة مئة بالمئة أخذنا هذا هذا اللي حاب وضحوا أنا اللي عم يسمعونه أنه اليوم أخذنا نموذج الجامعة العربية ولكن بالتدريب سيكون تدريب عام ما بيعود خاص بقى طلعنا من الجامعة العربية فتنا بالتدريب عم ندرب هؤلاء الشباب على مهارات كثيرة بعيدا عن هذا المشروع اللي بدنا نرجع له صح مئة بالمئة العنوان العام هنا موذج الجامعة الدول العربية بالجامعة البنية الأمريكية الإشياء اللي يتدرب عليها الطلاب أكيد تعنى بهيدا المجال بس نفس الوقت بتفيدهم لغير إشياء بحياتهم يعني بس نكون عم نحكي عن فن الخطابة ليه فن الخطابة تحديدا بهيدا المشروع لأنه رح يوصل الوقت بالمؤتمر كل حدا بيكون عن أسل دولي كل تلميز على أسل دولي رح يقوم يلقي خطاب معين رح يعمل كذا مداخلة فبس حتى يعرف كيف يدبط لغة جسده لحتى يعزز سيئته بحاله يقدر يحكي قدام أشخاص قدام خمسين أو ستين أو حتى مئة شخص حاضر كل هؤالخبريات بس فن الخطابة بحد ذاته ولغة الجسد بتساعده كثير لبعدين بس يكون عم بيعمل بحيالها بصف أو بحيالها كورس معقول ياخده بالجامعة أو بس يكون بالشغل بكرة عم بيطار يعمل محاضرة معينة أو يكون عم بيحكي مثلا باجتماع كل هؤالقصص فأكيد هي إلى ارتباط مباشر وغير مباشر فإذا دربناهن على مدى تماني سيشن فينا نقول وطبعا صاروا جاهزين أربع سيشنز أربع بيروت أربع بشبال بس سني نفسهم نفس النهار بيصير كل فريق كل مدرسة هي بتاخد دولي ولا كيف مصمينون صحيح نحن بالبداية يعني في لبنان ضمن الجامعة العربية الفريق اللي هياخد يعني فريق لبنان هو الأسهل بالنسبة لأه يمكن لأقل لك عايش هذا الجو وهذه الثقافية وهذه الأفكار اسمح لأقل لك لا لأنه المدرسة بس تاخد دولة لا نقول لابنشلكيها stop by stop كيف سيصير نحن عنا ببداية الأمور نتواصل مع مدارس لبنان كافة دون أي أساس ناء خاصة ورسمة نعرض دونيو البرنامج ندعيهم لحد يشاركوا معنا إذا مدرسة حابة تشارك معنا بتشارك بعضة تلميز كحد أدنى أربع أشخاص كحد أقصى 12 شخص ليما بنفتحها أكتر لأن قدرة الاستعاب بالجامعة كتير قليلة أوكي ما بتساعة أكتر من 800 شخص يعني خلينا نقول للي عم بسمعونا أنه القرار ما فيهم هلأ هو يتصلوا فيكم يقولوا أن احنا حابين أولادنا يشاركوا أو شباب يتصلوا فيكم مباشرة هذا قرار يعود إلى إدارات المدارس اللي هي أنتوا بتدعوها صح بس أكيد حيالة إحنا بالنهاية عم نقدر نتواصل مع مئات المدارس بس ما بعتقد عم نقدر نغطي كل مدارس لبنان لأنهني بالألف فحيالة حدا المسلمين بيحب أو يبعث ولاده أو حدم المدارس هل عم يسمع لأنا وبدو يبعث تلميزه وبيقدر كمان يبعث إيميل إذا أقدر أعطيه مرؤو على الهواء يتفضل directors d-i-r-e-c-t-o-r dot l-u-m-a-l at gmail.com فبيقدر يبعث لنا director مش directors directors أوكي أس في البحث أوكي سوري لكن مع أس directors dot l-u-m-a-l at gmail.com بيقدر يبعث لنا إيميل في تليفون في تليفون ممكن أسهل على البعض في تليفون منفضل تكون بس الميل بالزبط أوكي مأميل أسهلناه كتير لأن إحنا نقدر شو نقدر نبعث لهم طيب هذا يعني إذا حادم الأهل حابب أولاده وشاركه أو ابنه أو بنته اللي هو بس أكيد ما فينو يشاركوا بصفاتهم الشخصية من هايك بدي أقول يعني هني ساعة نعم تواصل مع مدرستهم ننقلهم أنه في عندكم تلميذ مثلا حابب يشارك فإذا بتقدروا تعاملوا وفد من نجاح معه وتشاركوا معنا بيكون هيدا شي كتير كتير نحلة وهيدي وهدي فرصة اليوم نحن عم نحكي عن هذا الموضوع للمدارس اللي ما قدرت وصل طولهم يعني إذا عندهم فكرة أو حابين يشاركوا فيهم يتوصلوا معكم حتى يشاركوا بتلاميزهم أكيد فإذا اتصلتوا بالمدارس أوكي أجو المدارس أوكي رشحوا اللي عندهم رشحوا اللي عندهم 12 شخص أجو ما في آليات بتفرضوها على المدارس إنه والله الطلاب اللي بدون يشاركوا بهذا المشروع لازم يكون مواصفاتهم كذا وكذا وكذا أو في شروط معينة ما بتوصل هذا يعود للمدارس بشكل حصري للمدارس نحن أبدا ما ندخل بأي طالب بيبعثوه بس بعكس ما كتير أشخاص بتوقع معقول أشخاص بتوقع أنه المدارس بتنقل نخبة الطلابة في كتير مدارس الأشطر في كتير مدارس أستاذ هادي بتنقل أشخاص إذا بدأك الأداء الأكاديمي أو سلوكهم مش تير جيد ما أقول لكم بصف لاي لحتى بدون تربية لحتى تطبطهم من خلال هذي الجلسات التدريبية أوكي يعني لنقول إذا حدا عدواني كتير أو كتير هجومي بس نحن نخبره عن حل النزاعات بس نحن نخبره عن كيفية المفاوضة نحن عم نخليه صدره رحب عم نخليه صدره رحب عم نصير نعلمه أنه حالة مشكلة ما بينحل بلغة العنف نحن ثقافتنا هي اللاعنف بينحل بالتفاول بينحل بالحوار بينحل بالإناك يعني هو بشكل أو بآخر هذا المشروع يهدف إلى ذلك يعني أنه إذا واحد كتير مسالم وواحد كتير بيمشي صح وواحد كتير عنده مهارات وبيعرف يتعامل مع الآخر المختلف ويؤمن بالحوار يعني أنا برأيي عم تشكله إضافة بسيطة ولكن الآخر اللي عم نحكي عنه هذا النموذج العنفي بتكون أنت اللي لازم تستهدفه يعني للأسف هيدا هيدا المشاكل اللي عم تعاني منه هلأ العالم العربي طبعا العنف عدم تكبر رأيي الآخر طبعا الانحياز وطبعا في يعني العمر اللي مختارينه مهم جدا يعني لأنه تحكم مع شباب صحيح وهؤلاء الشباب هني عماد المستقبل وهني اليوم عم بيأسسوا لمستقبل هذا البلد المفروض جدا يكون الاهتمام فيهم كبير لحتى نضمن مستقبل لبنان إنه مستقبل لا عنف مستقبل شباب أو من يبني لبنان المستقبل هو شباب مستعد يناقش ويحاور ويقدم حلول بعيدة عن العنف يعني بالنهاية هيدا هدفنا إنه أعداد أزبادك مهارات شبابية بمرحلة معينة ما أقول تكون قادة بلبنان صحيح مدرون عم نحكي قادة سياسية ما أقول كونه بمؤسسات مشتعة مدني طبعا 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 فإذا تم اختيارهم شو الخطوات التانية الخطوات التانية حكينا شو بتصور عننا صحيح عن جلسات تدريبية بعدين بيوصل على المؤتمر بالمؤتمر كل مدرسة بتكون عن تمثل دولة بديتوقف أرجع على الموضوع كنت سألتك عنه إنه اليوم بيصير كل مدرسة يعني كيف بيتم إنه هذا الفريق لازم يمثل السعودية هذا الفريق بمثل ليبيا هذا الفريق بمثل سوريا هذا الفريق بمثل لبنان هاي أساس؟ نحن بمرحلة معينة بنص البرنامج تقريبا نبعث للمدارس لست بالدول اللي بيقدر المسلوها اللي هي 22 دولة ففي طريقة معينة نحن نرجع نشرحها بشكل تفصيلي أكتر للمدارس كيف بيتم الاختيار كيف أنه نحن ما نميز بين مدرسة وبين تاني اللي بدي أقوله أنه ممكن مدرسة باعتة فريق ما يكون كل الفريق تاع المدرسة مع بعضه لازم حيكون فيه تواصل مع أو يكون يتشكل فريق من عدة مدارس ولا لا؟ هلأ لا كيف تصير بتصير أنه إذا مدرسة لنقول عندها 12 تلميز معقول دولة بمجلس معين ما بتتمثل ب12 شخص فرضا أو الدولة بالمجالس بشكل عام بالجامعة الدول العربية تتمثل ب6 أشخاص بس مهم جدا هذا الموضوع لأنه كمان بصير فيه تفاعل بين الشباب من مدارس مختلفة أكيد وما ننسى أنه في عامة 22 دولة عربية في لبنان 21 دولة ففي عنا المدارس عم تاخد دول ما بتعرف شي ممكن عن حضرتها ما بتعرف شي عن وضع السياسي والاقتصادي والبيئي والتربوي فمجرد ما تكون بمجلس سنقول عم بيتم فيه مناقشة الوضع الاقتصادي فرضا بدولة مثل الصومال فالطلاب هني لحتى يكونوا حضرين بهذا المجلس لحتى يعرفوا يديروا النقاش اللي عم بيصير مفروض يعملوا ريسيرت مفروض بين آخر جلسة تدريبية وبين المؤتمر يكونوا هني عم بيحضروا حالهم عم بيعنوا ريسيرت عم بيراجعوا مراجع كتب الانترنت لحتى يطلعوا تفاصيل عن الوضع بالصومال لحتى يعرفوا كيف يعني صحيح ومن هولا انا قلت قبل شوي انه قد يكون الفريق اللي بياخد لبنان او المجموعة اللي بتمثل لبنان هي في عندها بلاس بهذا الناحي لانه اي اساسا عاش الوضع ما بعرف اذا من خلال تجربتكم بتحسوا هايك ولا لا صحيح بس معقول يكونوا عم نحكي عمر صغير يعني شباب مرحلة سانوية عشر وحداش معقول ما يكونوا هالقد الوضع الاقتصادي ووضع اجتماعي ووضع التربة والبيئي فبرضو هن بحاجة لحتى يعملوا ريسيرتش لحتى يعززوا معلوماتهم الشغلة مهمة اسأل عنا انتم مراعيين يعني بتوقيت هذا البرنامج او هذا المشروع والجلسات اللي بتصير مراعيين انه دراسة الطلاب عندهم شغل يعني من الواضح تماما من خلال الحديث اللي عم نحكيه ومن خلال ما ينتظر هؤلاء الشباب المشاركين او الطلاب انه في برنامج مكثف يعني مطلوب منهم كثير في بوقت هني عندهم كمان انشغالاتهم بدروسهم هلأ نحنا الاكاديميا كل شيء اكاديمي عنا اكيد بيجي قبل كل هود الناشطات لذلك نحنا مثلا منفضل ما يشارك معنا طلاب عندهم تقديم شادث رسمي يعني الترمينال منفضل يشارك معنا هيدا واحد اثنين نحنا مزبوط عنا اربع جلسات تدريبية بس نحنا ما حطيناهم وارا بعض يعني بشهر نكون مغاطين وكل نسوا نحنا عمرق كل شهر جلس تان بتصير نهار ثبت بنهار ما بيكون في مدرسة لحتى ما يكون حدا منطلع عف صفوفه واكيد اخذنا بعنا اتبار الامتحانات بتصير بالمدرسة لنص السنة فنحنا نبلشين بعضها يعني نبلشين بأزار رح نبلش بين هيدا الفترة ونخلص قبل امتحانات اخر السنة هنخلص بنص ايار فأكيد اخذين معنا اعتبار هيدا شي طيب يعني بالنسبة للدول اللي عم بيمثلوها اليوم انتو بنفس النظام اللي يتبع في الجامعة الدول العربية انتو بالمؤتمر الاخير او بالاجتماع الاخير نفسه هو حيتطبق بالشكل وبالمضمون صح ولا لا صحيح يعني هذه الدولة بمثلها سفير تنفطرد او وزير او برتبة وزير او سفير هو ممثل هذه الدولة ومعه مستشارين يعني كله هيدا حيكون طلاب بالتفاصيل حتى بالشكل انه والله لما نكون تجتمع جامعة الدول العربية بعد هذا التدريب وهذه التجربة انه بيعرف هؤلاء الطلاب بيعرفوا انه بجامعة الدول العربية في عندك ممثل هذه الدولة اللي ممكن يكون رئيس بعض الاحيان اذا كان على مستوى رؤساء جمهوريات وملوك والفريق اللي بيكون معهم بيعرفون تماما مية بالمية يعني فيك تار يعني يمكن نحنا ما بنعرف بزبط كلمان هيك مثل ما تفضلنا وقلنا بيصير فيه نبذة عن الجامعة العربية عن كيف بيتم إدارة الاجتماعات عن كيف بيتم التصويت كيف بيتم اتخاذ القرارات كلمان هن بيدورهم بس يصير المؤتمر يكون مهيئين طلاب يعني بيكون نحنا بعد كل جلسة نعطي المتيري اللي انطرحت بالصف اللي اتداولت او اللي تم شرحها لحتى هن الطلاب بالبيت يحضروها يراجعوها يقروها يدرسوها لحتى بس يصير المؤتمر النهائي يكون عندهم كل المتيري اللي يقطعوا عليهم من ثلاثة شهور لها لا مين بيحدد المواضيع اللي بدون يناقشوا فيها او يشتغلوا عليها الطلاب مين بيحدد يعني عنا مواضيع اقتصادية عنا مواضيع اجتماعية ممكن يتناولوها وعننا مواضيع سياسية يعني هل سياسي فيه هنا اربولا ولا انتم مستثنينين هلأ نحن عنا فريق التدريب هو يطلع على القضايا التي تطرح على طاولة اجتماعات جامعة الدول عربية الحقيقة بمصر هلأ اكيد نحن ناخد القضايا اللي فيها حساسية وفيها مشكل مزبوط يعني نحن القضايا سياسية اللي بتسبب لشرخ عمودة اذا بدك او بتوصل لحيط مسدود اكيد نحن منستثنية ناخد القضايا التي تطعنا اكتر بالشباب يعني عم نحكي قضايا اقتصادية اجتماعية او اذا سياسية مبسطة لحتى يقدر طالب مرحلة سانوية يفهمها فهو دي القضايا بنعملها محاكاة بشكل المبسط برضو لحتى يقدر طلاب السيجوند والباكوان يقدروا يتفاعلوا معها يقدروا يفهموها اول شي يحللوها ويطلعوا هنه بيحل هذي المشاكل اوكي يعني المطلوب قضايا تم معالجتها بجامعة الدول العربية بغض النظر على النتيجة اللي وصلت لجامعة الدول العربية اكيد انتوا اليوم عم تطلبوا من هؤلاء الطلاب انه عندنا هذه القضية تعالجت بالجامعة العربية بهذه الطريقة انتوا فرجونا شو طريقتكم لمعالجة هذه القضية يعني بكتير محلات بجامعة الدول العربية القضايا تحل اخدين بعين اعتبار مواصلين دول تحالفات سياسية معينة دينية معينة نحن هون عندنا نحل هذي القضايا بكيف الشباب ينظروا بنظرة انفتاح بنظرة التكبل للاخر بيازمدك اصغاء جيد لشو هو الموضوع وحل الامثل يلي لازم يطرح او لازم ينعطى عهيدا المشكل بغض النظر عن التحالفات السياسية بغض النظر عن الشرخ اللي هلق يصير بالعالم العربي بس اكيد اخدين باعتبار مثلا التغيرات الززرية اللي عم تصير هلق بالعالم العربي ولكن كمان بارف اذا بيصير كمان تحالفات بين الدول اكيد هيدا الشي اللي بيصير متن ما اتفضلت قلت حضرتك هيدا الشي اللي بيصير بالاجتماعات الموضوع اللي بينطرح او المشكلة لحتى تحل مفروض يكون فيه عم ينبنى تحالفات بين دول معينة يعني كل تلميز يعني الطلاب بدون يعمل تحالفات بين بعض لان هني بالنهاية بطلعوا بصفة طالب وتنترح لالتشيرمان او الموجودين عم بديروا الجلسة طب بيهال الخلاصات اللي بتطلع معكن لمين مين بيحصل على نسخ منها لمين بتودوها هل الجامعة العربية بتودو لها كل هذي النتائج او خلاصات عن هذي النتائج اه نموذج جامعة الدول العربية على تنسيق معين مع جامعة الدول العربية برضو نحن عنا البرتنور سبعنا هي مؤسس تحديري لتنمي بشري المستدامة وعندها المجلس الوطني لعلاقات الامريكية العربية نحن من النقل اخر شيء استاذ هذه دلاجيشان يعني نحكي وفد من افضل من نخبط خمس او ست طلاب من اصل 800 طالب مشاركين معنا اوكي يروحوا من لبنان على واشنطن دي سي واشنطن بامريكا على جامعة اسمها جورجتون جامعة جورجتون هي بلش فيها نموذج جامعة الدول العربية بال84 فبيصير هناك شيء اسمه المؤتمر العالمي لنموذج جامعة الدول العربية بيشاركوا فيها طلاب نخبط الطلاب من كل الدول اللي فيها نموذج جامعة الدول العربية انا عم بعطيك مثال من جامعة جورجتون بامريكا من مصر بالكاهرة في برضو هيدا المشروع من لبنان صحيح بس لبنان مصر بدول العربية عمزير نعم اوكي فبينعمل بينعمل هيدا المؤتمر بواشنطن بجامعة جورجتون على عمل انه هاي السنة ان شاء الله الوفد اللبناني بيحقق جايزة افضل وفد مشارك يعني بفهم بختام الاعمال بختام دورات التدريب وبختام هذا المؤتمر اللي هيبتد على يومين المفروض انه يكون في تختاروا مجموعة من الطلاب اللي شاركوا اللي هني طبعا اسبتوا عن جدارة صحيح في عملهم صحيح تيروحوا على واشنطن حتى يشاركوا كمان مع فرق تاني من دول العربية تاني وتحددنا مصر يعني ومن امريكا لحتى شو بيطلع لون هنيك او شو بيعملوا كمان دورة تدريبية تاني ولا شو لا مش دورة تدريبية هنيك بيكون مؤتمر نهائي يعني مؤتمر متل كان مؤتمر بلبنان مؤتمر تاني بامريكا الجايزة بتكون اكتر جايزة معنوية انه اوكي حضروتكم افضل وفد اوكي يعني جايزة ازبعدك معنوية شهادة التأدير اللي فهمتوا منك كمان انه كنا عم نحكي تحت الهواء انه في يعني مضبوطة القصة انه انتو في عندكم شفافية بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لموضوع التدريب بالنسبة لموضوع النتائج وكل هذه الامور يعني شو في تقلنا بهذا الموضوع اكيد نحن على درجة شفافية عالية قدام المدارس يعني بالنهاية بد يروح في صحي 7-8 يروح على واشنطن مضبوط اه نحن مسلا ما منخطا ما منفرض عمدرسة انه اياتي ميزة بعطن منتواصل مع كل المدارس بغض النظر عن يعني بكافة ازبعدك المناطق اللبنانية مدارس خلينا نحدد مدارس رسمية وخاصة اكيد مدارس رسمية ومدارس خاصة اه يعني خلاص اخدتوا لا اخدتوا نحن هلأ بصدد انه انتواصل مع مدارس شوف اي مدارس تحب تشارك معنا نحن لعن عدد كافة لحلقة عن عدد معين بس نحن بعدنا بصدد التواصل مع غير مدارس اوكي اه الشيء اللي بيصير انه مثلا وقت المؤتمر النهائي بكونوا الطلاب موزعين على صفوف نحن بقلب هوله صفوف المجالس يعني بكون حطين كاميرا عم بتبس للأدفايزرز كلمة أدفايزر يعني الشخص اللي بتنتطبه المدرسة يتواصل مع الجامعة ويكون هو المشرف على الوفد الطلاب اللي عم يجي يعني هو بيكون سلط الواصل بين الجامعة وبين المدرسة فهودي الأشخاص بيكونوا أكيد موجودين بالجامعة بس ما فيهم يفوتوا لحتى ما يعملوا ضغط ازبادك عامل ضغط على طلابهم من فضل ما يفوتوا على المجالس بس لحتى يعرفوا شو عم بيصير جوا ويشوفوا أداء تلميزون بنكون نحن نقلين وكائع الشيء اللي عم بيصير بالصف على شاشة تلفزيون لبريو فبيكونوا عم بيقدر يشوفوا لبعدين لحتى نحن نكون واضحين وشففين لا هيدي المدرسة ما صمت أول الله جايزة هيدي المدرسة لا وإلى ما هونالك يعني اللي بفهموا منك أنه حتى بآخر يومين ما حيكونوا مجموعين الطلاب كلهم مع بعضهم أكيد لا يعني ما فينا نشوف هذا الشكل شكل الجامعة الدول العربي أنه مجموعين كل الكل مع بعضهم وعم بيناق شو آه بلا بتاكي هي المجلس بيدم أكيد كل الدول بس إحنا قلنا أنه إذا مدرسة عندها 12 تلميز إذا مدرسة عندها 12 تلميز عم بتمثل لكويت فهي صار عندها 12 سفير لكويت أكيد مش كلهم بيكونوا موجدين مجلس واحد فهني بيكونوا موجدين بـ 12 مجلس أوكي فكل مجلس أكيد فيه جميع الدول يعني 22 شخص أكيد عم بيتفاعلوا عم بيتناقشون عم بيبنوا تحالفات عم بيصغوا لبعضهم لبعض عم ب هايدي السنة الثالثة اللي بتقوموا بهذا المشروع أنت بلشتوا فيه قبل بقية سنة صحيح 2010 بلشنا فيه من سنتين نعمل أول سنة هيدا المشروع مشروع تجريبي يعني بسانوية رفيق الحريري بسيدا أوكي سنت الماضي نعمل على صعيد الحرام الجامع بس ببيروت كان عنا 35 مدرسة و 360 طالب مشارك هيدا السنة عم بينعمل على صعيد كل لبنان يعني عم نحكي بالحرام الجامع بيجبال وببيروت هدفنا نطال 800 طالب هدفنا نطال تقريباً 80 مدرسة تجربة سنة الماضية كيف كانت و هل في حدا رأى على واشنطن يعني بنهايتها و نفس البروسيدجر هو ذاته اللي عم بصير هذي تجربة السنة الماضية كانت ممتازة جيدة جداً نحن وقتها خلصنا السنة الماضية كان أراضي نعمل المؤتمر بواشنطن فاكر مالهيك ما قدرنا نسافر ما قدرنا نروح عليه هذي السنة نحن أخذنا بعين الاعتبار موعد المؤتمر بيصير بواشنطن وزبطنا دورات تدريبية لعنا على هيدا الأساس مهم جداً نعرف كمان من خلال تجربة سنة العام الماضي أنه شو حسيته أديش 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 فيه كان اهتمام من الطلاب أديش كان فيه تفاعل لأنه تعرف هاكي أمور يعني بعض الأحيان تتعب متعبة بالنسبة للطلاب يعني أديش حسيته فيه تفاعل أديش حسيته فيه حققته نتيجة يعني وطبعاً عندما تتحقق هذه النتيجة لابد أنه إلا نعكاس على المحيط الطلاب بداية على المجتمع صحيح 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 بهذا الجانب تابعته يعني وشو حسيته طلب نحنا بنلمس تغيرات بتصير عن طلاب بنلمس تأسر طلاب بهيدا البنامج وبما راح اللاحعة بعدين المدرسة بتتواصل معنا بتقلنا أنه طلاب الشاركوا معنا مثلاً بالمدرسة عم بيعمل واحد اثنين ثلاثة لأعطيك مسأل في كتير طلاب أستاذنا بس يتعرفوا على مؤسسة المشتعة المدني على الجامعيات على هيدا النوع من العمل وهيدا النوع من دورات بصيروا هني حابين ينخرطوا بجامعيات مؤسسة مشتعة بضني سواء صليب أحمر معقول تكون كشاف معقول تكون جامعيات طلاب قضايا اجتماعية معينة في كتير أشخاص منهم بيروحوا على مدرستهم بيصيروا هني بيدربوا زملائهم بالصف على هيدا على هيدا في منهم بيوجدوا اندية بمدرستهم اذا المدرسة اكيد تسمح لنظام الاندية مسا اندية طعنا ببرنامج نموذج أممتحدة او نموذج جامعية الدول العربية هلو ونحن اكيد منساعد المدارس اذا بحبوا يوجدوا هيك او انواع عندي في مدارس بعدين بيجوا على الجامعة اللبنية الامريكية اللي يكفوا دراستهم الجامعية وهني بدورهم بصيرهم دربين بهوض المشاريع فهلقد بيكون لون البرنامج تأثير اجابة على الطلاب اللي عم بشاركوا يعني احنا مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء نحنا مندوع طريق معينة ونتمنى من الشباب اللبناني يسلكوه هيدا الطريق الامصل ففي كتير اشخاص بيدلوا نوقفين محلون في كتير اشخاص اوكي بياخدوا بياخدوا لمحة عامة على الشيء اللي عم يسير في كتير اشخاص بيسلكوا هيدا الطريق ونحن هيدا الشيء هذا الهدف اللي نبغى انه طبعا طبعا وهو يعني النجاح الكامل او التام بيكون من خلال التفاعل بالمجتمع تفاعل هؤلاء الطلاب من خلال ما تدربوا عليه ومن خلال المعلومات اللي قدروا جمعوها وحصلة لها ومن خلال هذه المهارات اللي قدروا استفادوا منها من خلال العمل من خلال هذه الدورات انهم يوظفوها بحياتهم وطبعا ينشروها بين مجتمعهم وبين طلابهم يعني فرحتني وقلتلي انه فيه ناس عم بيروحوا يمارسوا اه يعني او يطبقوا هذه المهارات بمدارسهم وببيئتهم يعني جدا مهم اه فاذا اذا بدنا نقول نحنا اليوم نوجه كلمة للمدارس بنرجع من جديد اول شي نعطي الكونتاكت كيف ممكن تواصلوا معكم للمدارس اللي حاب تشارك في هذا المشروع امتا ببلش هو حفل الافتتاح رح يكون بتماني شباط اول جلسة تدريبية رح تكون بخمس عشر ازار لكن لنرجع نذكر حتى رح مري رقم تليفون اذا في مدرسة معقول كن عندها صعوبة بالايميل الايميل هو directors.laumal.gmail.com رقم التليفون 71-110-7-9-3 الدعوة اكيد مفتوحة اساس هذه للمدارس الخاصة والمدارس الرسمية اللي حتى يشاركوا معنا يبعطوا طلاب لحد الادنى للمدرسة هو اربع طلاب اذا بتحب تشارك لحد الاقصى هي 12 طالب وبتمنى يكون عنا عدد مدارس اكبر عدد مدارس ممكنة لانا عن جد هيك انواع هيك مشاريع وهيك نشاطات عم تقوم فيها القليو وكتير عم بتساعد الشباب اللبنانية عم بتجرب التعد كوادر لبنانية بعدين تقدر تكون فعالة بحالة مجال الطالب يتمنى بيحب يدرس فيه يعني اذا طالب عم يدرس علوم سياسية منتمنى ان يكون بعدين فعال بهيدا المجال اذا لا منتمنى ان يكون هو راقد بحالة مجالة اللي هو بيتمنى يفوت فيه ما هو يكون عم بيكفي حياته بالمشتعة مدنية منخرط بجمعيات منخرط بناشطات فهيدا البنامج كتير مهم واحد اثنين لانه عم ندرب طلاب على سكيلز كتير بيحتاجوها بحياتهم اليومية منهم فن الاصغاء لان الاصغاء بحد ذاته هو فن احنا هيدا بالبنان شيء منفتقدله صحيح فن الاصغاء فن الحوار فن التخاطب لغة الجسد حل النزاعات وإلى ما هونالك يعني في سؤال جدا مهم انه اول شيء كمان اليوم الى الجامعة العربي الها دور كتير مهم وخاصة في هذه الايام اللي عم نعيشها في مجتمعنا العربي دور كتير مهم ومهم جدا بعيدا عن التدريب وإلى ما هونالك انه نعرف هؤلاء الشباب انه على دور الجامعة الدول العربية وماذا تفعل يعني بصير عندهم عين مراقبة لهذه المؤسسة صحيح يعني اللي ترعى شؤون الدول العربية وطبعا بيضووا بيقدروا يعرفوا بقى كثير من السلبيات اللي من احنا بنعرف انه في سلبيات كثيرة يعني في علامات استفهام كثيرة حول الجامعة العربية ما هو في زبط الترأولى يعني بالبداية يعني عند التعريف على الجامعة العربية ولكن بصير عندهم عين مراقبة تقدر يعني تعرف تماما شو هي المشكلات اللي عم بيعانوها العرب من عبر الجامعة العربية يعني الجامعة البنية الأمريكية برجع بقول بقيادة بالقيادة الحكيمة طبعا رئيسة دكتور جوزاف جابرة ارتقت انه تبلش هيدا المشروع بأوج التغيرات او المشاكل اللي عم بيعانوها من يسمى الربيع العربي الربيع العربي بالزبط فلحتى نعرف الشباب يعني ان هي لبنان هو جزء من العالم العربي مجتمع لبناني جزء من العالم العربي فمفروض الشواء اللبناني مش بس يعرفوا المشاكل عم تصير باللبنان ويفكروا بحلول مفروض يعرفوا المشاكل عم يعانا من العالم العربي بشكل عام لأنه بالأخير عم يكون فيه إلى تأثير مباشر أو مش مباشر على لبنان بدي أسألك أنت تدربت بهذا المشروع شيء مرة؟ أنا وقت كنت طالب لأ بس أنا صلي سنتين بنموذج أمم المتحدة بكذا بكذا قسم وهيدي السنة بقسم العلاقات العامة بنموذج جامعة الدول العربية يعني بتمنى بس كنت الميز لو المدرسة عندي كانت مشاركة بهيك أنواع من البرامج بس بدي هلنيك بدي هلنيك حقيقة لأنه بنقاش معك استمتعت واحد وحسيت أنه أنا ممش قديش عمرك؟ عشرين سنة عشرين سنة يعني بحب أنه شاب بعمرك يكون عنده هذه الشخصية وقادر هيك يحاور ويناقش ويوصل الفكرة بشكل صحيح ونحنا بنشكر استيضافتك أستاذ هادي بنشكر أسير صوت إزاعة الشرق وبالك إن شاء الله بيوم الأيام بنواجه لك عزيمة رسمية رح حتى تحضر بتمنى بتمنى أنا كتير بيهتم بموضوع يعني بما يفعله الشباب وبيهمني شوف بعد هادي الدورات التدريبية أو هادي هال هالتدريب اللي خضعوا له شن شن نتيجة أو شو ممكن يوصلوا لألوة ومن المبسط نحنا أنا بعول على الشباب وهني خاصة أنه مسؤوليتهم بناء المستقبل في هذا الوطن والمفروض المفروض يكونوا جاهزين وواضحين وقادرين أنه يوصلونا لبر الأمان في ظل ما نعيشه من أزمات في لبنان اللي هي بالتالي عم تناكس أزمات المنطقة عم تناكس على أزمات لبنان وإن شاء الله كمان من هدول الشباب أن يكون في حدا قريبا بيوم من الأيام بالجامعة العربية بيكون جاهز يعني بيفوت على الجامعة العربية حاضر إن شاء الله بدي أذكر كمان فداء بالميل والتليفون إذا حدا مهتم أكيد directors.lau.gmail.com رقم التليفون 71-110-7-9-3 ممثل الجامعة اللبنانية أو مديل العلاقات العامة لنموذة الجامعة الدول العربية في الجامعة اللبنانية الأمريكية فداء الفقه أهلا وسهلا فيك ببرنامج محطات شكرا لك أستاذ هذه وتحيي إلى الأيو طبعا ونتمنى أنه نرجع نلتقي حدا من المجموعة من طلاب المشاركين بالبرنامج كمان نسألهم عن شو قدروا استفادوا من هذا المشروع يعني وليد عيثاني كان معنا على الإخراج إذاعي هادي جبالي بحييكم من وراء المايكروفون وغدا يوم آخر ولقاء آخر ضمن برنامج محطات على أمل اللقاء بداكم إذاعة الشر ترجمة نانسي قنقر